شارك سامح شكري وزير الخارجية ورئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوبين هاجن الوزري حول المناخ والذي يعقد برئاسة مصرية إماراتية مشتركة أكد شكري على تعاون مصر والدنمارك والإمارات خلال الفترة الماضية في الإعداد لهذا الاجتماع على النحو الذي يعزز من العمل المناخي على مختلف المستويات مشددا على أهمية تكثيف الأطراف المعنية بالعمل المناخي لجهودها من أجل تعزيز التوافق وإحراز المزيد من التقدم على صعيد تحقيق أهداف عمل المناخ كما ترأس وزير الخارجية الجلسة المخصصة لتناول قضية تمويل عمل المناخ حيث أكد خلالها على ما يمثله تمويل المناخ من ركيزة أساسية لجهود مواجهة التغيرات المناخية لا سيما في الدول النامية وفي تنفيذ تعهدات المناخ ترجمة نانسي قنقر